معنا من مدينة لفيب مفدنا إبراهيم الحسناوي من العاصمة الروسية موسكو ومرسطة ناريج محمد ومن معمار ميديكا عند الحدود البولندية الأوكرانية مفدنا سلطان البادي أهلا بشبكة مراسلين سأذهب بداية مع إبراهيم الحسناوي إبراهيم آخر التطورات الميدانية وأيضا على الجانب السياسي هناك هل هناك تأكيدات أيضا إبراهيم هل أن قصفا أصاب العاصمة كييف أم لا ماجد لحد هذه الساعة لم تعلن السلطات الأوكرانية عن حصيلة القصف الذي ربما استهدف الليلة الماضية أي مناطق السلطات الأوكرانية منذ فترة ليست بالقليلة توقفت ربما عن الحديث أو إعطاء حصيلة نتيجة الضربات التي ربما قد تستهدف المواقع العسكرية سواء في العاصمة كييف أو غيرها لكن الأكيد أن الليلة الماضية كانت الأعنف منذ بدء الانسحاب الروسي أو منذ الانسحاب الروسي من حول العاصمة كييف ومناطق أخرى هذا ربما يأتي حسب عدة مصادر هنا في أوكرانيا كرد فعل روسي على استهداف السفينة موسكوى في البحر الأسود الليلة الماضية من طرف الجيش الأوكراني عدة مدن استهدفها القصف الروسي سواء في الوسط وحتى في الغرب الأوكراني دوت صفارات الإنذار في كل المدن الروسية ما عاد تلك التي ما زالت تقع تحت سيطرة القوات الروسية لم تعطي كما ذكرت السلطات الأوكرانية حصيلة لهذه الضربات الجوية واكتف بيان وزارة الدفاع لإشارة إلى أن المعارك مازالت مستمرة في إقليمي دونيتسك ولوهانسك مع تأكيده على أنه صد ثماني محاولات للقوات الروسية التوسعة في تلك المنطقة وأنه كبدها خسائر كبيرة في الجانب السياسي ما زال الملف ربما لم يشهد أي تحرك ربما هذا بسبب التطورات العسكرية وما أسفر عنه أيضا انسحاب الجيش الروسي من فضائع كما وصفتها الجهات الأوكرانية ربما تكون هناك بعض التطورات في هذا الجانب في الساعات أو الأيام القادمة لكن الكثيرون يستبعدون حدوث أي اختراق في الجانب السياسي بالنظر إلى التطورات العسكرية وبالنظر إلى ما تعد له روسيا من عملية عسكرية تسعى من خلالها إلى السيطرة على كامل الشرق الإنساني الأنظار مازالت أيضا متوجهة إلى أو تتجه إلى مدينة ماريوبول التي تشهد أزمة إنسانية خانقة جدا اليوم تم فتح ثلاث ممرات إنسانية من هذه المدينة مجمل الممرات الإنسانية اليوم تسع ممرات إنسانية سيسمح للمدنيين بالخروج بسياراتهم الخاصة طبعا في حال سمحت القوات الروسية بذلك طيب دعنا نذهب إلى أريج محمد أريج الجانب الروسي بالطبع أعلن السيطرة الكاملة على ميناء ماريوبول أيضا أعلن عن استهداف بعض مقار القيادة ربما في العاصمة كييف أو ما شابه كيف تبدو التطورات العسكرية من منظوره روسي وأيضا هل يصاحبها أي أمر سياسي ما مثلا في المباحثات المتوقفة نعم ماجد فيما يتعلق بالتحركات العسكرية التي تقوم بها بشكل رئيسي قوات الانفصاليين في جمهورية دانيتسك على محور مقاطعة دانيتسك ومدينة ماريوبول التي كنت قد ذكرتها بالفعل هناك احتدام لهذه المعارك خلال الفترة الماضية وفي الساعات القليلة الماضية حول المنطقة الصناعية لهذه المدينة حيث يعتبر الانفصاليون مدعومين من القوات الروسية في تلك المناطق أن قوات كتيبة أزوف المتطرفة يتمركزون في تلك المناطق ويتخذون منها دروعا لهم خصوصا إذا ما أخذت الطبيعة الأبنية في تلك المناطق التي هي عبارة عن بطون وخراسان بطونية مدعمة كما يسميها الجانبان الانفصالي والجانب الروسي وهو ما يطفي صعوبة وتعقيدا على العمليات الحربية في تلك المناطق على أي حال وزارة الدفاع الروسية كانت قد تحدثت عن أن الانفصاليين في دانياتسك أعلنوا سيطرتهم على أحد المعامل الحديد في تلك المنطقة على طريق ربما استكمال السيطرة على ما تبقى من المنطقة الصناعية وهي منطقة شاسعة ليست ببعيدة عن الميناء الذي كانت قد أعلنت قوات الانفصاليين والروس سيطرتهم عليه في الفترة الأخيرة طبعا هذه المعاركة المحتدمة في تلك الأطراف لها صداها الواسع في مدينة مريوبول وهو ما كنا قد شهدنا عليه هناك قصف مستمر كنا قد استمعنا إليه هناك التواتر لهذا القصف على عدد من الأحياء هناك مأساة إنسانية وكارثة بكل معنى الكلمة فيما يتعلق بالغداء بالماء بالكهرباء هناك طوابير تصطف طلبا وراء كل ذلك لكن الجانبان الجانب الانفصالي والجانب الروسي على ما يبدو يزمعان هذه المرة على أحكام السيطرة على هذه المدينة مهما كلفهم ذلك من ثمن وثمن باهظ بما في ذلك الثمن الإنساني كما كنا قد تطرقنا منذ قليل لكن هو ثمن تجهز له الجانبان الروسي والانفصالي لدفعه خصوصا وأن الجانب الروسي دفع بهذه العملية العسكرية ماجد تحت مسمى إخراج دنباس من الانتهاكات التي يتعرض إليها من جانب القوات الأوكرانية على مدى السنوات الماضية ويتحدث العسكريون من الجانب الانفصالي ومن الجانب العسكري الروسي عن أن الهدف التالي إن كانت القوات الأوكرانية ماضية في هذه العمليات الحربية بما في ذلك ما يستهدف منها الأراضي الروسية هو تطويق المجموعة العسكرية وراء خطوط التماس في تلك المنطقة طيب دعيني أذهب ربما تحدث أكثر عن الشأن الإنساني وعمليات النزوح مفدنا سلطان البادي هناك من الحدود البولندية الأوكرانية سلطان ما الذي شاهدته هذا اليوم عن مستوى عمليات النزوح لاستعدادات الموجودة وأيضا هناك أخبار عن عائدون يعني كثير من الأوكرانيين يعودون إلى بلادهم لماذا سلطان؟ خلنا نبدأ بداية الماجد مع الأرقام تشير الأرقام إلى زياد كذلك في عدد النازحين يوم أمس ووصل عدد النازحين إلى مليوني وسبعمائة وسبعة وخمسين الف لاجة قدموا إلى الحدود البولندية الأوكرانية وإجابة على سؤالك ماجد هناك فعلا أرقام كبيرة كبيرة جدا وتزداد يوما بعد يوم في عودة اللاجئين إلى أوكرانيا قبل يوم أمس كان هناك عدد العائدين إلى أوكرانيا 20 ألف لاجة يوم أمس سجلت الإحصائيات هنا عبر المعابر الحدودية ورجوع 23 ألف لاجة من المعابر البولندية عائدين إلى أوكرانيا تسألنا مع بعضهم هنا وبحثنا عن الإجابات لماذا يذهبون من جديد؟ وهناك كانت حتى هناك قلق في عودتهم هل ستكون الأوضاع آمنة في الفترة المقبلة؟ خصوصا ممن يعيشون في المنطقة المتوسطة بين الشرق والغرب مثل كييف وغيرها من المناطق وهم يسمعون في الفترات الأخيرة بعض الهجمات التي طالت هذه المناطق وهذه المدن ولكن هم مصرين على العودة ويرون بأن الوضع سيكون آمنا وبعضهم يقول نحن مكثنا هنا شهرين تقريبا وشهر ونصف ولم نتحمل الغربة عن الوطن ويقرر الآن العودة حتى يواجه مهما كانت الظروف الأثار الجانبية هناك في هذه المدن هناك كانت مخاوف كبيرة هنا موجودة عبر هذه المعابر ماجد تسأل كيف ستكون إذا هناك عادة موجة جديدة من اللاجئين كيف ستستحمل بولندا هذه الأعداد الغفيرة إن عادت خصوصا إذا زادت حدة القتال في غربي أوكرانيا تحديدا وفي العاصمة كييف وصرح رئيس الوزراء البولندي قبل قليل على وكالة الأنباء البولندية بأن بولندا ستستقبل كل اللاجئين مهما كان عددهم وستتكلف بولندا هذه التبعات وتحمل اليوم العدد الأكبر مما سيأتون ويرغبون بوصولهم إلى بولندا وستم تجهيز كافة الإجراءات لنقلهم إلى دول أوروبا مختلفة كذلك وحتى أن أرادوا أن يمكثوا في بولندا فهم مرحبون بهم ونشاهد كذلك اليوم الإجراءات لا زالت مستمرة وتتزايد يوما عن يوم نشاهد الخيام هنا تزداد ماجد كذلك المنظمات الدولية تحضر يوم البعد يوم وتتزايد هنا في هذه المعابر ومن بينها معبر متكة الموجودة فيه حاليا مفدنا سلطان البادي وأيضا أريج محمد من موسكو كما كان معنا من لفيب إبراهيم الحسناوي شكرا جزيلا لكم جميعا